السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم شباب ان شاء الله في البلايليست دي هنتكلم على Life Cycle Method الموجودة فيه Class Component بس صلوا عني عليه السلام اتكلمنا شباب على الهوكس الموجودة فيه Functional Component وعرفنا بتعمل ايه وبتأدي وظيفة معينة كذلك برضو هنا فيه Class Component في حاجة اسمها Life Cycle Method بتأدي نفس الوظيفة بتاعة الهوكس الموجودة فيه Functional Component وطبعا شباب ما نفعش تستخدم Life Cycle Method تروح تستخدمها فيه Functional Component او لعكس تستخدم الهوكس بتاعة Functional Component تستخدمها فيه Class Component كل Component وليه الهوكس بتاعته طيب حلو جدا عندنا هنا شباب في Life Cycle Method عبارة عن مثل عادية بتأدي نفس وظيفة الهوكس الموجودة فيه Functional Component بس عندنا هنا عشان تحدد الميثود ديت بناء على اربع مراحل اول مرحلة شباب مرحلة الماونتنج الماونتنج ديت اللي كل اللي بيتم فيها ان انت بتعمل Create ليه الكمبونت او بتبتدي تنشئ الكمبونت طبعا وبعد كده يظهر معك في الضم او في البروزر طيب حلو جدا بعد ما انت تعمل Create ليه الكمبونت تحبيت تعديل حاجة فيه مثلا نفترض مثلا شباب الكمبونت بتاعك ده مرتبط بالستيت فانت بتغير قيمة الستيت وبالتالي هتغير قيمة الكمبونت فمحتاج بقى تعمل Updating ليه الكمبونت ده وتزر التعديلات الجديدة بتاعتك في البروزر فبيعمل لك حاجة اسمها ريرندر يعني بيعمل رندر للعناصر الجديدة اللي اضافت جوه الكمبونت طبعا انت تقدر تغير الكمبونت ده من خلال الستيت او ممكن طبعا لو مرتبط بيه البروزر مثلا الكمبونت بتاعك ده مرتبط بيه تاني فتبتدي تاخد منه البيانات باستخدام البروزر وبعد كده تجي ظاهرة بقى في التعديلات الجديدة تجي ظاهرة في البروزر طبعا بعد كده المرحلة شباب بتاعت اللي من خلالها بتعمل الكمبونت بعد كده شباب اخر مرحلة معنا وهي انت تبتدي تهندل الارور اثناء الرندرينج او اثناء ظهوره في اثناء ظهوره العناصر في البروزر ياما باستخدام اللي هنتكلم عليها كمان شوية او اثناء الكمبونت برضه هنتكلم عليها كمان شوية طيب حلو جدا اتكلمنا شباب على اربع مراحل ماونتنج ابديتنج ان ماونتنج ارور هندلينج طبعا اعزين بقى نتكلم على الميثود اللي انت بتستخدمها لكل مرحلة عندنا مرحلة بتاعت المونتنج اتفقنا المرحلة دي بتعمل create لي الكمبونت اللي هنا بيمثل الكمبونت اللي بتورسه من الكمبونت الرئيسي اللي هو الكمبونت الرئيسي الموجود في الرياكت اللي اسمه كمبونت طبعا طعيب حلو جدا في مرحلة المونتنج يا شباب بتتعامل مع فور مثود او المثود معنا اللي هي الكونستركتور بعد كده المثود اللي هي اسمها static get drive state from props بعد كده مثود اسمها render وبعد كده مثود اسمها component did mount جاهزك تخاف من المسلمات ديت انا اعرف كل مثود بتعمل ايه في المسال العامل بتاعها طيب حلو جدا بعد كده في بتتعامل مع 5 methods اللي هي نفس المثود اللي هي موجودة في المونتنج اسمها static get drive state from props بعد كده مثود تانية اسمها shoot component update بعد كده render get snapshot before update واخر مثود معنا اللي هي component did update بعد كده مرحلة المونتنج اللي ميتم من خلالها remove للcomponent لا يظهرش معك في الدم هنت بتعامل مع مثود اسمها component will unmount تمام اللي من خلالها بمسح الكمبونت طيب حلو جدا بعد كده error handling انت بتتعامل مع مثود اسمها static get drive state from error ومثود تانية اسمها component did catch عشان تكاتش اتضح بتعامل هكن واحد شباب مقدم пوقفات عن المثود هذه تتاعمل معه خلال المثود في كل مرحلة الماثنج في كل مرحلات مستاذ انشاء الله تراك بإضطanza الله